وجه رئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة العمل على استكمال مستهدفات المشروعات الاستراتيجية العملاقة في إطار خطة الدولة لمعالجة الخلل المزمن في محدودية رقعة الأراضي الزراعية من المساحة الجغرافية الكلية للجمهورية وتحقيق طفرة نوعية تضيف لقدرة الدولة على تحقيق الأمن الغدائي لشعب المصري وكذلك مواصلة فتح أفاق التصدير الزراعي وتعظيم العائد منه على النحو الذي يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادية وتحسين مستويات معيشة المواطنين وبناء القدرة الشاملة للدولة جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع عدد من الوزراء والمسؤولين لمتابعة التطورات التنفيذية لعدد من المشروعات القومية للإنتاج الزراعي والاستصلاح الأراضي على مستوى الجمهورية خاصة المشروع القومي للإنتاج الزراعي مستقبل مصر إلى جانب المشروعات في منطقتين توشكا وسيناء وفي محافظات بني سويف والمينيا والفيوم وكذلك مشروع سنابل سونق بأسوان وأكد متحدث الرئاسة أن الرئيس السيسي اطلع في هذا الإطار على معدلات تنفيذ المراحل الحالية والمستقبلية لتلك المشروعات بما في ذلك البنية الأساسية وسائل الرأي الحديثة واستخدام التحول الرقمي في تطوير الإنتاجية الزراعية وموقف محطات المعالجة والتغذية الكهربائية والمناطق الصناعية المرتبطة بهذه المشروعات